السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا له يوم السبت 28 تشرين الأول أكتوبر اللي هو الثمانية وعشرين عشرة القمر اليوم موجود في برج الحمل وبدو ينتقل في ساعات الظهر ساعة 11 و43 دقيقة ظهرا رح ينتقل لبرج الثور يعني في عنا خلو مسار وأيضا اليوم في عنا خسوف جزئي ظلي للقمر في برج الثور بالنسبة للقمر راح يكون موجود في برج الحمل زي ما حكينا لساعة 11 و43 دقيقة من ظهر اليوم السبت وبعدها بدو ينتقل لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 37 دقائق من عصر يوم الاثنين 30 عشرة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة بالنسبة للقمر بما أنه موجود الآن في منزلة البطين فهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 34 و33 دقيقة من صباح يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر الآن موجود في برج الحمل ولغاية ساعات الظهر فمعناتهم نشعر بأنه برضو أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة ومتهورة أكثر من الأيام الماضية ومنكن عصبيين الزيادة عن اللزوم أن ردات فعل علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارات أو تنقلات أو الامتحانات من لاحظ أيضا خلال هذا الوقت أنه منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لبعض المشاكل أو الحجج الغير مرضية في هذه الفترة منفقد دبلوماسيتنا وتسيطر علينا العصب العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير وعند لم يكون القمر موجود في برج الحمل يعني يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر بذلك ولكن اليوم لا يصلح لتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفلة ما يعني شوي مزاجنا مش رائق لهاي الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ممكن هيك شوي نوجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار يعني خلوق المسار رح يبدأ ساعة ثمانية وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة احداش وثلاثة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة احداش وثلاثة واربعين دقيقة ظهرا القمر خلاص بنتقل وبصير موجود في برج الثور عشان هيكم نصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض المال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور أيضا ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار وطبعا عشان فترة الخصوف يعني حاول الدقيق بالتفاصيل وبالأوراق وبالعقود أو الاهتمام بالعائلة وقضاء وقت منتع بالمنزل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزد لدينا الحسب المسؤولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اليوم ذروتها هذه الزاوية هي ما بين المريخ وبين المشتري طبعا هي بدأت تأثيراتها يوم 20 عشرة ورح تستمر يوم لغاية يوم 5-11 اليوم ذروتها وهو 28 عشرة الساعة 4 دقيقتين بعد العصر بسبب هذه الزاوية بيحقق البعض تقدما على حساب الآخرين وبيكون لنا ردات فعل سلبية وعنيفة أيضا كما إنها فترة بتدفعنا للمغامرات المالية الغير مدروسة وغالبا بتكون فاشلة وممكن نخسر أكثر ما نكسب بتتعرض المؤسسات المالية والبنوك والمبادلات التجارية لبعض الاطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر لشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعرقيل أو ما بتم التوصل لاتفاق وهي الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية راح تكون ساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هذا الاتصال برضو بيترافق مع خسوف للقمر بالنسبة لهذا الاتصال بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من صعوبات في حياتنا وأيضا بتعاملنا مع الجنس الآخر وعادة خسوف القمر في هذه الحالة بيأثر على عواطفنا فعشان هيك ممكن أنها تعم الفوضى حياتنا أو تتضح الرؤية لإلنا أكثر فبنتخذ اتجاه عاطفي جديد أفضل من الاتجاه اللي كنا فيه أو العلاقة السابقة لإلنا وبيكون لصالحنا أكثر فأكثر طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة من يومين اللي ما حضرها اللي هي اللي بتتعلق بالخسوف يروح يحضرها لأنه فيها أشياء مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا عندنا أول إشه الراس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هذولا لغاية ساعات الظهر تأثيراتهم لازم نوفر لهم العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية قدر الإمكان ولكن كفحصات أو مراجعات طبية ما في أي مشكلة من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هذولا بصيروا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية أكثر وبرضو من ساعات ما بعد الظهر ما بجوز عمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء وخصوصا أنه اليوم ذروة الخسوف زي ما حكينا ما بنصح بالعمليات الجراحية ككل جميع أعضاء الجسم ولكن هاي الأعضاء تحديدا يريد أنه ما تعمل إلا إذا كانت اضطرارية وإذا في مجال التأجيل أجله أيضا بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والأمور هاي برضو ما بنصح فيها نهائيا ولا يصلح لزلت الشعر الزائد بالليزر ولا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور قلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين الساعة 11 و 53 دقيقة ظهرا يوم الاثنين اللي هو 30 عشرة وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة و سبع دقائق عصرا لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 2 و 38 دقيقة عصرا بصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% في أشخاص بيسألوا عن الحجامة أنه عشان اكتمال القمر وأنها فترة للحجامة طبعا لأنه فترة خسوف فهذا الشهر تحديدا ما مننصح بالحجامة نهائيا بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسي بنسبة 15% القمر في الحمل بدي ينتقل للثور زي ما حكينا ورح يضل في الثور ليوم 30-10 منتحس بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 50% الزهرة في العذرة حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 45% المريغ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ولكن حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وحاولوا ما تجازفوا ما تغامروا وسيطروا على انفعالاتكم بدون عصبية وردات فعل لأنه شوي هذا الشيء بيأثر عليه خلال هذا اليوم أما من ساعات الظهر وما بعد هنا هذا اليوم بصير التركيز على الوضع المالي زي ما حكينا في خسوف فما في داعي للمغامرات المالية أو المجازفات المالية ابعد عن المصاريف قدر الإمكان لأنه ممكن تظهر مصاريف من تحت الأرض فأنت يعني ما رح تتحمل اليوم عبء المصاريف لزيادة أو الخسارات فانتبه أيضا من المحتالين والنصابين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر هنا ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيظل الوقت بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لغاية ساعات الظهر حاولوا انكم تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم يبتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير اليوم خصوصا أنه فترة أيضا الخسوف فعشان هيك يحاول أنك تسيطر على مفعالاتك وتقلب المزاج وحساسيتك لزيادة عن اللزوم وأيضا الوساوس والأوهام اللي ممكن هتسيطر عليك أما من ساعات ما بعد الظهر وهنا شوي الأجواء بتصير ألطف روم أنه الخسوف رح يكون موجود عندك أنه بصير فيه تقلب بالثقة بالنفس والوسواس والتردد والتقلب والخوف والأشياء هاي بيسيطر عليك بشكل أكبر ترك الأفكار السودة هاي كلها حطها على جنب حاول أنك تثق بنفسك أكثر وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة وما تعصب برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل في نشاط على المستوى الاجتماعي ومستوى علاقاتكم بأصدقاءكم ولكن بدكوا تنتبهوا من سوء تفاهم أو خلاف ما بينكم بين أحد الأشخاص وخصوصا زي ما حكينا أنه في فترة خسوف والتأثيرات رح تكون مباشرة عليكم بشكل كبير أيضا هذا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ما بيصير أنك تتحسس من أي تصرف أو كلمة أو يكون لك ردات فعل سلبية لأن حسسيتك بتكون بأوجها اليوم وخصوصا أن القمر في ساعة الظهر رح يوصل لبيت المتاعب حاول قدر الإمكان أنك تهدى ما تتقلب بالمزاج وأيضا ما تتخذ قرارات حاسمة وابعد عن المشاحنات والمشاكل وما تثق بأي وعد يقطع لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم خصوصا للأشخاص اللي بيتعاملوا معهم ولكن بظل بيت السمعة حافظوا على سمعتكم قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات فترة ما زالت سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر أحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بأي مغامرات أو قرارات حاسمة أما من ساعات ما بعد الظهر هنا الأجواء تقريبا بتتغير شيئا ما فتدير بالك أثناء تعاملك مع الأصدقاء مع المعارف ممكن يفاجعك أحدهم بتصرفاته أو طلباته فأنت تتحسس الزيادة عن اللزوم ويكون لك ردات فعل سلبية حاول قدر الإمكانك ما تعصب ما تفقد السيطرة على أصابك واستفيد من علاقاتك برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في مجال السفر أو بولئ اتصالات البعيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر منكم ممكن يكون عنده سفر أو عنده لقاء أو عنده حوار أو نقاش أو امتحان فهذا الشيء بيتطلب منك وتركزه بشكل جيد ما تعتمده على الحضوض نهائيا واللي عنده سفر أو تنقلات بده يتفقد أوراقه أمتعته بشكل جيد أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا بدكوا تنتبهوا لسمعتكم حاولوا أنكم ما تتخذوا قرارات حاسمة وبرضو في نفس اللحظة خلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولين ممكن شوي بيصير حدثي ذايقك اليوم أو يستفزك له علاقة بالعمل أو بسبب بعض القرارات أو بعض التعامل السلبي اللي رح يكون معاك فبيخلي هيك الجو في إرباك وفي أكثر حساسية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع وتركيز على الأمور المالية المشتركة بشكل أكبر حاولوا أنكم تتحركوا وحاولوا أنكم ما تبلغوا بمصاريفكم ودفعاتكم خلال هذا اليوم وانتبهوا من النصابين والمحتالين أما من ساعات ما بعد الظهر فهونا بتزداد رغبتكم بالحوارات والنقاشات والتعامل مع الأجانب أو اللي عنده سفر أو عنده اتصالات أو امتحانات بدهوا يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود لأنه زي ما حكينا في خسوف عندك في هذا اليوم في البيت التاسع اللي بيتعلق في هاي الأمور فعشان هيك ما في داعي لهاي المجازفات وأيضا ديروا بالكم أثناء تعاملكم مع أحباكم من العصبية أو فرض الرأي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم يعني القمر ما بين مقابلكم وبين البيت الثامن ولكن لحد الآن القمر مقابلكم تماما فبظل له علاقة بشركاتكم سواء المالية أو العاطفية وبرضو بظل فترة جيدة للمصالحات ولكن ما بجوز إثارة المتاعب والانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية والانتقادات والعصبية والمشاكل هذه الدولة كلهم بدك تدير بالك منهم خلال من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر إذا في مصالحة أو تراجع عن قرار أو تعامل مع شركائكم أو مع أزواجكم خليها بليوني وهدوء أما من ساعات ما بعد الظهر هنا التركيز رح يكون على الأموال المشتركة ففي فرصة لمكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض أو ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة ولكن بدك تنتبه من النصابين والمحتالين والمصاريف لزيادة حاول قدر الإمكان إنك تتفقد إذا في عليك ديون أو التزام ضريبة بنك في هذه الفترة يعني ركز بشكل جيد وما تجازف ماليا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الآن بدنا نبدأ بمرحل المقابل إلى القمر حاولوا إنك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن شوي يكون في سوء تفاهم بينك وبين أحد الزملاء أو مدرأك أو المسؤولين عنك بالعمل أو يكون عندك كثير من الانشغالات بالعمل وهذا شيء ممكن يرهقك أو التزام اليوم عالي جدا حاول إنك تنظم جدول غذائك وعملك أيضا حاول إنك تعمل بالأشياء المهمة والضرورية وما تنتقل لأعمال أقل أهمية أما من ساعات الظهر فهنا يعني الصحة شوي بكون فيها بعض التقلبات من ساعات ما بعض الظهر الطاقة بتنزل بشكل واضح انتبه من أثناء تعاملك مع شركائك سواء بالعمل أو العاطفي أو ما بينك وبين زوجتك أو زوجك وبرضو إحذر من الانفعال لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب العصبية أو ردات الفعل فبدك تكون صبور لأن أو تنتبه أنه هاي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن الظروف شوي هيك اليوم بالنسبة للكم تقلبات المزاج أو الحساسية اللي ممكن تعمل ردات فعل سلبية أثناء التعامل مع الأحبة أو صير خلاف ما بينكم حاذر من الانفعال أو فرض السلطة أو السيطرة على الأحبة أو على الأبناء بفترة نشطة ممكن تميل له أو تميل يعني لعمل بعض الأمور الأساسية ولكن حاول أنك ما تنجرب وراء له والترفيه يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت تكون عقلاني أكثر أما من ساعات ما بعد الظهر بدك تركز على صحتك بشكل جيد اهتم بصحتك ونظم جدول أعمالك وغذاءك وحاول أنك ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية وابعد عن العصبية وما تتخذ قرارات ارتجالية برج الجدي بالنسبة لما ولد برج الجدي طبعا بترغبوا على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وبظل التركيز على البيت والعائلة لغاية ساعات الظهر ولكن انتبه من سوء تفاهم أو عطل منزلي أو حدث عائلي ممكن يلفت انتباهك فترة بظل فيها نوع من أنواع الإيجابية لتعزيز الروابط العائلية ولكن ممكن تصرف أو سوء تفاهم أو عطل منزلي أو مصريف طريقة شوي تستفزك زيادة عن اللزوم حاول قدر الإمكان ضبط العصاب أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن ممكن شوي يصير برضو سوء تفاهم مع أحد الأحباء أو أحد الأبناء حاول انك متبالغ بملاذ ذاتك ولا بحضوضك خلال هذا اليوم خلي عدي على خير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية جديدة للترويج لمشاريع بنجاح وباستطاعتكم قلب المعطيات لصالحكم إذا ركزتم بشكل جيد بدون عصبية بدون انفعال ولكن حاول انكم ما تعتمدوا على الحضوض وانتبهوا في ساعات ما قبل الظهر أثناء تنقلاتكم بالسيارة أما من ساعات ما بعد الظهر التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة بإمكانك يدخل أي تعديل مطلوب على مسكنك ولكن ممكن تظهر بعض الأمور الطارئة التي تتعلق بالعائلة أو أعطال منزلية وحاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول أنك تسعى لتحسين موقعك وبرضو في نفس اللحظة خليك مرن جدا برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب بيجي مالي بيجي عن طريق عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أو المغامرات المالية أو المجازفات المالية يعني بمعنى آخر بدك تنتبه على أموالك ممكن تظهر بعض المصاريف أو بعض المطالبات المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو المحاسبة فبدك تنتبه من هاي النقطة لأنه شوي الأمور المالية رح تكون ضاغطة أما من ساعات ما بعد الظهر فهنا التركيز بصير على التنقلات والاتصالات والحوارات انتبهوا أثناء تنقلاتكم ما تعتمدوا على الحضوض إذا كان عندكم امتحانات انتبهوا من المخالفات والحوادث والتسرع والعصبية والكلام الغير مفهوم لأنه ممكن شوي تنفهم بطريقة خاطئة وهذا الشيء ممكن يزعج الأشخاص اللي بتتعامل معاهم وتسبب نفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك فبدك تكون حذر وتفاهم الآخرين حاول أنك تبقى هادئ قدر الإمكان وزي ما حكينا حذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر